باروخيم هبائيم لكتاها برتواليتش القوغل كلاس يكيراي اكتاها رفيد شلوم لخيم أعزائي طلبة المرحلة الرابعة أتمنى لكم الصحة والسلامة تناولنا في المحاضرة السابقة نوعين مهمين من أنواع التغير الدلالي الاستعارة والميتافورة والكناية هميتونيمية الآن ننتقل إلى نوعين آخرين من أنواع التغير الدلالي واللي هم ها أتمولوجيا ها عماميت ها أتمولوجيا ها عماميت أي التأثيل أو التأصيل الشعبي وهاء لبسة هاء لبسة اللي هي الحف البلاغي لاحظنا الجدول اللي أرضناه في المحاضرة السابقة أن الآلاقات قائمة في الاستعارة والكناية علاقة بين مسومانيم لكن في الاستعارة العلاقة قائمة على علاقة شبه وفي الكناية قائمة على في الميتونيميا قائمة على علاقة اتصال مقاع لكن الشيء الاساسي انه العلاقة بين المسومانيم اي بين المدلولات وليس بين الدوال الآن ننتقل الى الجهة اليسرى من الجدول ونرى انه الالاقة اللي تربط الأتمولوجيا اماميت مع الالبسة انو الثلين هما الالاقة بينها قائمة على علاقة بين مسومانيم يعني بين الدوال بين الكلمات وليست بين المعاني كما في الاستعارة والجناية فالاتمولوجيا بالنسبة للأتمولوجيا الاماميت الالاقة قائمة على تشابه ديميون بين مسمانيم بين مسمنين وبالنسبة للألبسة مقع بين مسمنين المسمن يعني الكلمة والمسومان يعني المعنى المسمن يعني الدال أو الكلمة والمسومان معناه المدلول أو المعنى إذن نبدأ بتعريف الأتمولوجيا العمامية التמיולוגיה המעמית הוא באנגלית فلוג التמיולוגي شינוי בצורת המלה כלומר, شינוי המסמן המתרחש על בסיס דמיון צלילי למלה מסמן בשפה אחרת כלומר, דמיון بين מסמנים גורר דמיון במשמעות שוב التמיולוגיה המעמית شינוי בצורת המלה كلומר, شינוי המסמן המתרחש על בסיס דמיון צלילי למלה מסמן בשפה אחרת كلומר, דמיון بين מסמנים גורר דמיון במשמעות في العربية التמיולוגיה العمامית هو التأثيل أو التأصيل الشعبي وفي الإنجليزية فلوغ أتيمولوغي معنى تغير في صورة الكلمة أي تغير الكلمة المسمين الدال الذي يحدث أي بما معنى أن هذا التغير الذي يحدث على أساس تشابه صوتي بين الكلمة مع كلمة أخرى تشابه صوتي فقط تشابه صوتي مع كلمة بين كلمة وكلمة أخرى هذا التشابه يؤدي بين الدوال يؤدي إلى أيضا تشابه في المعنى بشكل بسيط أشرح لكم إياها للأتيمولوغي العمامية في العبرية توجد كلمات أصيلة في العبرية أي بما معنى كلمة في وردة في التورات على سبيل المثال في لغة المكرة أو لغة التورات هذه الكلمة صوتها انتبه صوتها يشبه صوت كلمة أجنبية من غير اللغات أصبح بسبب هذا التشابه الصوتي بين الكلمات بين المسمنين معاني الكلمة الأجنبية انتقلت إلى الكلمة الأبرية فأصبح للكلمة الأبرية معنى الأساس مالتها وأيضا المعنى الآخر اللي هو مستورد بسبب التشابه الصوتي لها مع كلمة أخرى أجنبية وسوف نلاحظ هذا في الكلمة مثلا شيلت 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 بمعنى اليوم في الأبرية الحديثة معناها لافتة هاي اللافتة اللافتات التي تنكتب في الشوارع في الطرق اللي تعلق في على أبواب المعامل على أبواب المؤسسات لافتة تعريفية طيب مين اجا كلمة شيلت هذا المسمين مين اجا له هذا المعنى كيف وصل له هذا المعنى لافتة ليش نساءل هذا السؤال لأنه كلمة شيلت في المقرأ في لغة المقرأ أو لغة التوراة كان معناها ماقين ماقين يعني معناها درع هذا الدرع اللي شيلوا المقاتلين أيام قبل أيام الحروب اللي شيلوا المقاتلين كان اسمه شيلت لكن اليوم شيلت بمعنى لافتة وأصلا معنى درع ما حد يعرفه ما حد يعرفه اليوم هذا المعنى أصبح تستخدمها غير كلمة اللي هي ماقين تستخدمها ماقين بمعنى درع لكن شيلت مو بمعنى درع شيلت بمعنى أنه لافتة الكثير من أبناء اللغة الإسرائيليين أنفسهم ما يعرفون أنه هذا التغير دلالي قائم على الأتمولوجيا العمامية ما يعرفون يتوقعون أنه هذا هذا المعنى اللي بمعنى لافتة هو المعنى العصيل ما للكلمة ولكن في الحقيقة هو ليس المعنى العصيل للكلمة طيب من إجاه المعنى هذا؟ هذا إجاه أنه كلمة شيلت بالعبرية شوفها تشبه كلمة شيلد العلمانية طيب هذا التشابه الصوتي ما بين الكلمتين شيلت العبرية وشيلد العلمانية أصبح أخذوا الإسرائيليين بدون وعي يعني مو مقرر أنه يأخذون هذا المعنى مو قاعدوا يتفقوا أنه يأخذون هذا المعنى بدون وعي بسبب المهاجرين اللي جوا من علمانية أنه هم يعرفون هذا الصوت كلمة شيلت هذا الصوت هي معنى لافتة بالعلمانية فلما جوي إلى إسرائيل شافوا أنه عندهم شيلت فقاموا باللا وعي يستخدموه شيلت اللي كان معناها اللي هي معناها الأصيل درع قاموا يستخدموها بمعنى لافتة وهكذا من يوم شيلت بمعنى لافتة وليس بمعنى درع هذا واحد معناها لافتة نلاحظ كلمة أخرى كلمة مخونا مخونا اليوم بالإبرية الحديثة تستعمل بمعنى ماكنة طيب المخونا بالتورات كانت هاي الكلمة معناها بسيس أساس أو قاعدة طيب شنو الربط ما بين القاعدة وما بين الماكنة أي ربط ماكم لكن بسبب تشابهها صوت مخونا مع كلمة machine باللاتينية وبالإنجليزية أصبحوا يستخدمون كلمة مخونا بمعنى ماكنة شون باللاتيني بمعناها ماكنة انتقل هذا المعنى فقط للكلمة مخونا والمعنى الأولي معلتها اللي هو المحلي إذا جاز التعبير نستخدمه وليس المستورد المحلي راح ندثر فأصبحت مخونا بمعنى مخشير مركض بقلالها من لا machine بسبب الكلمة machine لسبب التشابه الصوتي مع الكلمة اللاتينية الإنجليزية machine فقط هذا التغير الصوتي يجي تشابه بين دميون بين مسامنيم دميون بين مسامنيم تشابه بين الكلمات أيضا كلمة أخرى اللي هي كلمة بيما بيما موجودة في التوراة بمعنى مبنى مروم أو مرام العفو مبنى مرام مبنى مرام معناها بناء مرتفع طيب اليوم بيما في إسرائيل بمعناها معناها تياترون مسرح أو منصة طيب من إجه هذا المعنى هذا المعنى إجه من الكلمة اليونانية بيما بيما في اليونانية كلمة اسمها بيما نتيجة تشابه الصوت بين بيما الإسرائيلية العصيلة اللي واردة في التوراة القديمة وبين معنى وبين الصوت مع الكلمة بيما اللي هي باليونانية معناها مسرح انتقل المعنى إلى الكلمة العبرية فاليوم بيما أصبحت بمعنى مسرح تياترون أو منصة بفضل أو بسبب هذا التغير جاء بسبب التشابه الصوتي مع الكلمة اليونانية بيما هذا موضوع الأتيميولوغي العماميت باختصار الأتيميولوغي العماميت هو دميون بين مسامنيم دميون بين مسامنيم مو مثل الاستعارة المتافورة المتافورة دميون بين مسامنيم أرجو انتباه على هذا الفرق الاستعارة تشابه بين المدلولات بين المعاني هنا تشابه ما بين الكلمات المسامنيم المسمين بمعنى الكلمة هذا التشابه لكن أي نوع من التشابه شباب لازم نركز إنه هذا هنا تشابه صوتي تشابه صوتي بين مسمين أصيل محلي مالتي مال لغتي وبين مسمين أجنبي نتيجة تشابه الصوتي ما بين هذا المسمين الأجنبي والمسمين المحلي أنا رح اتأخذت المعاني مال المسمين الأجنبي وانقلتها إلى الكلمة مالتي فصالت الكلمة مالتي بيها معانيها الأصلية ومعانيها المستوردة بالنتيجة الاستخدام لربما المعاني الأصلية في الثلاث حالات اللي أرضناها المعاني الأصلية أصلا بعد ما يذكرها القاموس ويكتفي بالمعاني الأجنبية ويعتبرها هي أصبحت هي محلية وهي أصبحت من جزء من تراث اللغة وهذا غير صحيح هذا يسمو تغير دلالي اللي هو مقائم على أتيمولوجيا أماميت هذا مجمل أو مختصر الأتيمولوجيا الأماميت الظاهرة الرابعة لأنه إحنا في الدرس الأول من الأنواق أخذنا ظاهرتين وهذه الظاهرة الثالثة سننتقل الظاهرة الرابعة اللي هي تسمى الألبسة 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 باللغة الإنجليزية الألبسة هو مقاع بين مسمنيم قائمة الألاقة مقاع بين مسمنيم اتصال ما بين الدوال وليس المدلولات مو مثل الميتونيمية الميتونيمية مقاع بين مسمنيم مقاع بين مسمنيم نا مقاع بين مسمنيم بين الدوال أي شنو معنى اتصال بين الدوال وشنو معنى الألبسة الألبسة بإنجليز الألبسة השמטת רכיב لشוני שבעקבותها הרכיב הנותר صوفيق إتها مشمعوت شيل هاتصيروف كلو كلومار مقاع بين همسمنيم شوف هاشمتات رخיב لشوني شبعקבותها هارخיב النותר صوفيق إتها مشمعوت شيل هاتصيروف كلو كلومار مقاع بين همسمنيم شنو معنى هذا التعريف معنى هذا التعريف إنه الألبسة أو الحذف البلاغي باللغة العربية هو حذث عنصر أو مركب لغوي من عبارة حذفة طيب في أعقاب هذا الحذث ما تبقى ما تبقى من المركب الآخر اللي بالعبارة أو بالقول أو في الصيروف هذا ما تبقى يمتص المعنى مال المحذوف يمتص بحيث إنه ما نشعر إنه أكو شيء حدث لا أصبح المتبقي هو يحمل معنى الأصلي معنى مالته ومعنى المحذوف وهذا يسمى اتصال بين الدوال مقاع بين همسمنيم طيب ربما سائل يسأل لأي سبب إحنا نحذف لماذا نحذف ما نستخدم بدون حذف نستخدم العبارة بدون حذف طبعا أحنا ما نحذف اعتباطا ولا لمجرد أنه يعني بريستيج أنه نحذف حالنا حال اللغات لا هذه ظاهرة عامة في كل اللغات اللغات كل ما تكون بلاغية أكثر كل ما يكون بها الحذث أكثر وهذا الحذف مما لا يؤثر على المعنى هذا يسمى حذف بلاغي طبعا لأنه اللغة العربية هي تعتبر من اللغات البليغة جدا راح نشاهد أنه مستوى الحذف البلاغي لبيها جدا عالي أيضا خصوصا في القرآن نتكرים طייב בחול לשון מדוברת נוהגים לעתי מקרובות לקצר בטויים שכחים ולהשמית מהם חלקים בגלל הנטייה הטבעית לחסוך באמצעי הבא שוב בחול לשון מדוברת נוהגים לעתי מקרובות לקצר בטויים שכחים ולהשמית מהם חלקים בגלל הנטייה הטבעית לחסוך באמצעי הבא يقول معنى هذا الكلام أنه في كل لغة محكية يعني لغة حية وليست ميتة من المعتاد في الكثير من الأحيان أنه نقصر الأبارات الطويلة ولكن ليست أي عبارة طويلة إنما الأبارات الطويلة المألوفة يعني ما أحد ما يعرف يعني بالنسبة شجد إنه إنسان ما يعرف معنى صباح الخير شنو؟ وإذا حذفنا الخير وفقت بس صباح مثل ما بعض يستخدموها في الدول العربية ومرات يكسروها شوية يستخدمون يعني يكسروها بالصوت يسميها غلون مثلا السوريين صباحه منه ما يعرف أنه كلمة الخير محذوفة وبالتالي كلمة صباح امتصت كلمة الخير وأصبحت ككتلة واحدة بمعنى الأول بمعنى الصباح اللي هو التوقيت ومعنى أنه هذا تحية لأنه العبارة مألوفة فكلمة الخير عندما سقطت هنا لم تؤثر على المعنى بقى المعنى يعني هس أنت اليوم من واحد يقول لك صباحه أو صباح أنت فاهم أنه يعني بمعنى ده يقول لك أنه صباح الخير إذن فقط المألوف وما لا يعيب الدلالة ما لا يعيب الدلالة طبعا العربية كما قلت هي من اللغات اللي تعتمد في الكثير فيها على الحذف والحذف يكون بلاغي رائع جدا أنه لا يؤثر على المعنى ولا تحس أنه هناك محذوف لأنه العربية في نظرياتها الأدبية هي من قائلة خير الكلام ما قل ودل وبالتالي هذا الحدث يستفاد مننا في أمور كثيرة اليوم إحنا في زمن العصرنا والتكنولوجيا والبث الفضائي يمكن لا يخفى عليكم أنه مسألة البث الفضائي مكلفة جدا فتخيل أنه لما يكون أنت معد البرنامج أو معد النشرة الأخبار متمكن جدا من اللغة ويستخدم الحذف البلاغي في حيث لا يؤثر على المعنى إيش قد راح يفرق بالوقت في بث النشرة هذا الوقت مقابيله فلوس إذا السعب 2000 دولار 3000 دولار 4000 دولار إذا سواها بنص ساعة فهو فرق مبلغ فهذا من جانب من الجانب العملي التطبيقي لهذه النوع من أنواع التغير الدلالي طيب أعرض لكم مثلا تكلمنا على اللغة العربية أو تكلمنا على القرآن الكريم في القرآن الكريم كثير من حالات الحذف البلاغي لكن لا يؤثر المحذوف على الدلالة أو يعيبها حاشا لله إنما كما مثلا في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ورفع بعضهم درجات ألا تشعر أن هناك شيء محذوف لكن من بلاغة القرآن ما أراد يكمل ورفع الله بعضهم درجات فخلاها ورفع بعضهم درجات لأن الدلالة واضحة إنه هو اللي يرفع ناس على ناس بالدرجة هو الله سبحانه وتعالى وليس غيره فالإجهنال حدث لفظ الجلالة ورفع بعضهم درجات خصوصا أنه السياق واضح أنه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع المفروض إذا كان الريد الرجع الحث البلاغي نستخدم ورفع الله بعضهم درجات لكن كلمة الله حذفت وتقديرها رفع الله بعضهم درجات دون أن تؤثر على المعنى إنما زادته بلاغة وقوة في الدلالة أيضا في الآية الكريمة الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم نفخ في الصور فسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قياما ينظرون طبعا طبعا في المرأة للوهلة الأولى نحن راح نقول نقول ثم نفخ فيه مرة أخرى طيب يعني جائز هذا الافتراض أنه نفخ فيه مرة أخرى لماذا رفعت كلمة حذفت كلمة مرة وتقديرها ثم نفخ فيه مرة أخرى لكن في القرآن الكريم جاءت محذوفة ثم نفخ فيه أخرى ما قال الله سبحانه وتعالى ما استخدم مرة أخرى وإنما اكتفل الكلام نفخ فيه أخرى فإذا هم قياما ينظرون إذن ولم تؤثر على المعنى عدم وجود كلمة مرة لم تؤثر على المعنى إلا بالعكس زادته قوة دلالية وقوة ما نقال عليها نقول عليها قوة تداولية أيضا وليس الدلالية التداولية أنه تفسير لأنه هنا رفعت لأنه فيها تفسيرات القرآنية كثيرة ممكن ترجعوا لها لهذا تفسير هذه لا مجال للبحث فيها لكن الحذف تم دون أن يؤثر على المعنى طيب ننتقل للغة العذرية ونرى أدة أمثلة نشوف الحذف فيها مثلا المثال الأول داني لوميد بتيخون في اسرائيل ما يقولون داني لوميد ببيت سيف رتيخون داني لوميد بتيخون يعني داني يدرس في المتوسطة ما يقولون في المدرسة المتوسطة يحثون كلمة مدرسة باعتبار أنه رتيخون واضحة للسامة للسامة واضحة وأنه هذا الحذف البلاغي ما يأثر على المعنى ما يخليني يطلع لي معنى ثاني شوف الجملة الثانية ما تشتي تركي أو نيس هذي في المطاعم في اسرائيل يستخدموها إذا يجي النادل يقول لك همل اتصار النادل يقول لك ما أنت تريد أن تشرب تركي أو نيس بدلا ما يستخدم ما أنت تشرب كافي تركي أو نيس كافي يحثون كلمة كافي باعتبار أنه واضحة للنسبة للسامة أو المخاطب واضحة من ناحية الدلالة وهذا الحذف لم يأثر على الدلالة الجملة الأخرى شمعون يوشيف شلوشانيم هو في الأصل الجملة شمعون يوشيف شلوشانيم باكيلة شمعون بما معنى حرفيا جلس ثلاث سنوات في السجن في الحبس أو في السجن باكيلة تنشال اليوم نقول يوشيف شلوشانيم شلوشانيم مفهومة أنه هو بالسجن يعني القصد ضج جملة الأخرى يقول هو هو يوشيف شفع يوشيف شفع شنو يوشيف شفع يعني يوشيف شفع ياميم يحطفون كلمة ياميم ما يستخدموها يوشيف شفع في الفقه اليهودي معروفة بالنسبة اليهودي الإسرائيلي اليهودي معروفة إليه من نقول فلان يوشيف شفع يعني معناها تجلس سبعة أيام بالبيت لا شغل تلفزيون لا تحتفل لأنه عندهم حالة وفاة فيمتنعون سبعة أيام عن الخروج وعن حتى تشغيل التلفاز أو سماع الموسيقى حزنا على المتوفي فيوشيف شفع بدلا ما يقولون يوشيف شفع ياميم لأنه هذا ياميم حذفت وبالتالي الحذف بلاغي المعنى مال ياميم امتصته شفع فصار يوشيف شفع كل الصرف هذا امتص معنا ياميم فصار بما معنى جلج سبعة أيام ولم يؤثر على المعنى أيضا عبارة عسيتي كنيوت بسوبر عسيتي كنيوت بسوبر عسيتي كنيوت بسوبر ماركت العصل يحفون كلمة ماركت باعتبارها مفهومة للسامة ويكتفون بكلمة سوبر اللي هي امتصت معاني كلمة ماركت وأصبحت مفهومة للسامة أي خياة باقان الأصل أي خياة باقان هاي لادين ما يذكروه يكتفون أي خياة باقان يعني كيف اليوم كانت اب مثلا يقول الابنة كيف اليوم كانت الأمور في الروضة رياضة الأطفال يستخدمون باقان ويكتفون لأنه قان استوعبت معنى يلادين فحثت للادين ولم تؤثر على المعنى الرئيسي يشلي متصف روخ يعني حالة النفسية سيئة هو المفروض الاستخدام يشلي متصف روخ را يتحذف را فتبقى يشلي متصف روخ يعني أنا بحالة مزاجية أو نفسية سيئة واضح دلالتها واضحة ايفو هشلات ايفو هشلات اين الريموت قبل في البداية بالأتيمالوجيا قلت لكم فرقوا بين شيلت وشلات كل واحدة بمعنى شكل وما لها علاقة واحدة بالثانية شلات هذا الريموت كنترول الريموت كنترول من الفعل شالات سيطرة هو الاصل ريموت كنترول ترجموها على الإنجليزية مثل الإنجليزية من كلمتين هذا الجهاز اللي هو الجهاز السيطرة والتحكم احنا نقول عليه باللغة العربية هذا بالأصل شلات رخوك شلات رخوك المسيطر البعيد لكن اليوم باسرائيل ما يستخدمها شلات رخوك يستخدمون ايفو هشلات رخوك اصبحت سقطت لكن هو مفهوم الدلالة حتى في اللغة العربية اليوم احنا نستخدم هو ريموت كنترول لكن في منازلنا نستخدم وين الريموت او الريموت كنترول نحذف الكنترول ونبقي الريموت طبعا ايضا اخلنو الصهريم اخلنو الصهريم تستخدم بدلا من اخلنو اروخات الصهريم اخلنو الصهريم هو في الحقيقة احنا ما اكلنا الظهور الظهور لا يأكل لكن اروخان حذفت اللي هي وجوة اكلنا تناولنا وجبة الغداء اروخان حذفت فبقت اخلنو الصهريم لربما الاجنبي توقف عنده هذا ما يعرف الدلالة الاجنبي اللي تعلم اللغة وممر عليه انه هذا لبسة وهذا نوع من انواع التغير الدلالي لربما توقف عنده هاي المسألة لكن الابن اللغة بالنسبة لهم فوما اخلنو الصهريم يعني مو معناه انه اكل الظهور لا اكل وجبة الظهور لانه كلمة اروخان حذفت وبقت الصهريم اخر جملة شيتهية بمزال شيتهية بمزال هذه دعوة احنا دائما ندعيها الاخرين نقولها تمنى تكون بحظ جيد ان شاء الله نفس لكن هم يحفون توف ويبقى شيتهية بمزال مفهومة انه بمزال توف يعني بحظ جيد او طيب في النهاية اتمنى يكون العرض واضح وانا مستعد لأي سؤال او اي استفسار حول الموضوع ارجو قراءة الموضوع وارجو ان نتواصل ابر الاسئلة اذا كانت هناك استفسارات حول الموضوع او استفهام حول الموضوع وحفظ النماذج لانه جدا مهم حفظ النماذج على كل ظاهرة من هاي الظواهر اتمنى لكم الصحة والسلامة ولهترا اوتو فاتصلا خا اشتركوا في القناة